اشتركوا في القناة هو السوشيل ميديا قلنا ايه ونقلتنا لا كلنا صرنا ملازقين بالسوشيل ميديا في ناس ومعتمدين حياتهم معتمدة على السوشيل ميديا اخرين معلوماتهم بكل الميادين معتمدة على السوشيل ميديا اليوم جاي انت تتقولي لا في الورت بدنا نضق الجرس وننتبه مضبوط اول شي مثل ما قلتك انه نحن هلأ ما فينا نعيش بلا سوشيل ميديا يعني صارت من اولوياتنا كيف منأكل ومنشرب ومننشوف العالم منننطمن على الاهل يمكن بس لأك انه السوشيل ميديا صارت شغلة متل واجبات واتمنداتري انه مهمة كتير انه انا لازم اقعد ساعتين ثلاثة اربعة حسب كل شخص عم بيعمل انباسمنت بوقته بهيدا المجال وياريت لو كان السوشيل ميديا صور سمهم لألنا وعم بيعطينا كل المعلومات الدقيقة لا اكيد نحن اليوم ما عم نعمل جنراليزيشن ما عم نقول ما عم نعمم انه لا كل المعلومات اللي موجودة على السوشيل ميديا غلط لا اكيد في قصص كتير مفيدة وكتير مهمة واسرع يمكن من انه اعمل سيرتش وليقي شغلة بس كمان في قصص كتير سيمة وتوكسيك وعم بيخلوا العالم يصدقوا هول تنقول القصص والمفهومات اللي موجودة ويصيروا يتبقوا على حالهم او بيبلشوا يقارنوا حالهم مع هالشخصية يعني بدي احكي عن ميلي تو تابيكس واحد منهم انه حيالة شخص اليوم ممكن يروح يتدرب شوي هيك سيكس تايز بيسمي حاله صار لايف كوتش بيصير ياخد هالكاميرا كأنه الكوتش معناتها ناخد هالكاميرا ونصير نعمل فيديوز وننصح العالم موسطوف تايم بلونش بتلاحظه انه كأنه صار الحكي دايما موجه بالعلاقات كأنه ضد الرجل صار يعني بتلاحظه من حكي انه اذا هو قالك هيك بترد عليه بتقديله هيك اذا هو ما رد عليك على الواتس اوب معناتها وان تو ثري واذا هو نرجسه كأنه نحنا عنا تنقول الاثوريتي انه نحنا نقول انه اذا هيدا الشخص نرجسه ولا لا هيدا مش من اختصاصنا والخطورة انه شوف هنك يعني سوشال ميديا هالزكاء الاصطناعي وانصفت على طبيق نرجسي بصير يعطيك كل الفيديوز هنه مثلا عن نرجسي وكأن عم يشتغل عدماغيك لانت خلاص تتعمل لابلينج للشخص اللي بوجك 100% وهيدا اللابلينج كمان شغلة كتير مهمة بلونش لأنه نحنا كأنه إذا شخص عنده خمس كاركترستيك تنقول من الكاركتر اف شخص النرجسي بفوتو على الجوجل اكيد بيشوفوا انه اه اوكي وان تو تري فور خلاص سمت جاوزة او ايلي هي اذا هي بعلاقة معينة انه خلاص هو نرجسي وكأنه نحنا صدقنا انه هو نرجسي ونحنا شو لازم نعمل طب ليش المرأة ما فيها تكون نارسيستيك يعني طب ليش ما بنحكي عامة عن الموضوع وبعدين مين ميني أنا تقدر شخص وقول انه إذا هيدا الشخص نرجسي أو لا فهيدا فيها خطورة بالنسبة لأني لأنه المرأة عم بتصدق هي وعم بتحضر هالفيديو اوكي إذا في عندها مشكلة مع جاوزة أو شركة حياتها صارت هي براسة تصدق اه اوكي انه هو نرجسي لأنه الفلاني أو الفلان قال هيك طيب ميني أنا لأقول انه هيدا شخص نرجسي هو عدد الفولوورز هو ما بعرف كلمتين كوتش باي ما بعرف شو اكرياتي الباي ما بعرف شمين وانا كان متلقي ست قعد بالبيت عم بعمل سكرولين طلعت لقيت اوكي واو لك قدي عندها فولوورز طلعت على البايو طبعه اوكي هيدا عندها شهادة كيف انا بدي اعرف اذا هاي هو الشخص يلي فعلا انا بدي اتأكد سؤالك كتير حلو نحنا اليوم لازم نكون مسقفين لدرجة نعرف انه نحنا فينا نشتري فولوورز نحنا فينا نشتري لايكس نحنا فينا نشتري فيورز السوشال ميدا هي كوميرشل هي بيزنس من وراها عم بيطلعوا مصاري انشتغرام وفيسبوك وكل هؤلاء البلاتفورمز بليز اطلعوا على الكنتنت على المضمون الحكة شو هالشخص عم بيحكي هالي اللي عم بيقوله الشي صحيح ما نحنا كمان ما فينا اذا انا اليوم جيت قلتلك بلانش ما بعرف شكلك غريب مثلا هل ممكن انت تصدقى هيدا الشي ولا لقى بتصدقى انه ليش هاسميك عم بتقول هيك هيك دغري ما المفروض نحنا نصدق شي عم نسمعه ومفروض نحنا نحنا اذا مسقفين وعننا هال عنا الادورة نقرأ عنا الادورة نسمع خلينا نتأكد من هالمعلومة هون ما منكون عم نشجع هالفيديو تروح هيك فيرل والعالم كلهم يصدقوا بلاس ما ننسى كمان في ولاد عم بيحضروا هول الفيديوز في بنات بعمر الاربعة والخمسة والستة اوكي هلا هي الانستغرام بتمنع انه يفتحوا اكاونت بس كلهم بحطوا 18 وبيفتحوا بس بكون عم بشتغل معهم بصير شوف كأنه هن صاروا مثل مصدقين هول الامور كلها بلش حكيهم اصلا ضد هول الاشخاص او صاروا هن كمان مثل عم يستنتجوا اوكي اذا صاحبه بالمدرسة قال لي هيك يعني هيك فنحنا كأنا عم نعمل غسيل دماغ it's brainwashing هاسميك انت لانه بالليدرشيب يعني اكيد طعت السيمينار لهالشي وكأنه هلا استشعرت مني مع الومن امباورمنت لانه انت عطلاني هم السيدات كأن اكتب على السوشيل ميديا لا العكس انا انا ما بقامن بشي اسمه وومن امباورمنت بلانش لانه نحنا امباورت انف نحنا العكس نحنا بدنا السبورت والمساعدة من الرجل لانه نحنا منكمل بعض انا مع الامرأة تاخد حقها بمجال الشغل بمجال المعاشات بمجال تقدر طاعته هوية لابنه بمجال انه نحنا نكون اكواليتي بس انا كمان مع المرأة كمان اليوم بس بدنا نحكي عن الاكواليتي كمان هي تساهم بالبيت مش تقول انه لا كل شيء الرجل مسؤول بس منجي وقت الفاينانش بطلنا بدنا اكواليتي لا انا مع الومن امباورمنت بس انا اي بيليف اول شخص يلي هو بيعطينا هالباور هو الرجل وانا دايما بعت التحية لكل الرجال يلي بيامنوا بهيدا الشيو بيساعدوا المرأة تعرف حالة اكتر وتعرف هي شو بدها بالحياة بالليدرشيب بل كهن هول الناس يلي يمكن دارسين لقدرين هالقد يأثروا على المجتمع من السوشيال ميديا انت وقت بتطلع فيهم يلي فعلا يعني نقعدوا نصفن عندهم طريقة بالحكة عندهم طريقة اقناع عندهم طريقة بيع الفئة فكار تبعهم عندهم الموتو بيردز قدرين يعملوا هيدا الشي علينا نحن نحن هاو نحن كيفين نكون لنفسنا لما ننغش فيهم هيدا اهم موضوع بالحياة انه الانسان يعرف هو شو بده كيف يقدر هو يقرر شو بدي احضر وشو ما بدي احضر بس تعلق على كلامك انه ايه مظبوط هنه يمكن ممرنين عم بيطلوا عم بيحكو في منهم لا صدقيني بس اذا بتطلع على الكل بتشوفي انه كل شخص منهم مثل بروجيكتنج كل شي هي عندها شيس بروجيكتنج على العالم وهون نحن مفروض السالف ليدرشيب مثل ما قلت يكون عنا نحن القدرة نميز بين مين بدنا نحضر نميز شو الحكة يلي بيفيدنا مش الحكة يلي رح يخليني وروح تخينق مع شريكة لانه نحن هدفنا اذا كا كوتش بدنا نحكي او منترز او كونسلرز نحن هدفنا نخلق التواصل بين الشخصين مش نخلق العداوة مش نخلق المشاكل لان المشاكل ما بتنحل باللي يتنعملها هيك او الطريقة يلي هنه بعبره لا المشاكل بتنحل بالكومينيكيشن كومينيكيشن التواصل هي الشغلة الوحيدة اقوى الشيء انا في يقول بالحياة انه نعرف كيف بدنا نتواصل مع الشخص هلا انا هون ما عم بقول انه كل الاشخاص جاهزين يستقبلوا هالكومينيكيشن تعرف في كتير اشخاص بيكونوا كتير فكست ما بيتقبلوا حدا يجي يحكيهم بغير افكار ما عندهم الادرة يتسمعوا شو شخص التاني عم بيقول اكيد في عنا هولا التحديات بالحياة بس ما نعمم مش معناتها اذا وحدة عندها مشكلة مع جوزة معناتها لازم تروح تحكي معه بها الطريقة فكل حالة عندها القصص تبعيته عندها الستوري تبعيته ما فينا نعالج القصص هيك عامة اجمالا لانو الكانسلور مش بيطلع بخبرك شو تعملي انتو بتسألو يعني انتو بتخلو الاثنين يحكو يفضف دو بعدين انتو تحللو اليوم نحنا قدام كانسلورز لبنان او برات لبنان عم بيكبلك معلومات وانت عم بتروح بافكارك وتحلل وتعيش المشاكل يعني كمان هاي دينيوانس كتير مهمة لازم نفهمها بعدين كمان هو يطلع الجواب لانو الاجوبة موجودة فينا بس نحنا اوقات منكون ضايعين ما منعرف كيف بدنا نفكر ما منعرف كيف بدنا نحل المشكلة تبعيتنا فمنكون ضايعين الكوتش مش شغلته يقول لشخص تاني بديك تعملي واحد اتنين اتلاتة فهيدا المفهوم كمان غلط نحنا مانا كونسلورز مانا تارابيست مانا سايكولوجست نحنا كوتشز يعني انا تدريب على حيات هلنجز تبعيتك شو التحديات تبعيتك شو بدك بالحياة شو الهدف اللي انت حابة توصلي لهذا الهدف شغلتي انا اسألك اسئلة تتخليك توصلي على اهدافك هلأ انا مثلا بشتغل كتير على المايندسيت على طريقة التفكير وانا بايمين شخصيا انه افكارنا بيعملوا كنترول على كل تصرفاتنا والدراسات بتقول هيك فكتير بشتغل على الفكرة كيف تبلش تفكري كيف فينا نغير طريقة تفكيرك دا تقدر توصلي للشي اللي انت بديكيه بس انه اطلع اخد معلومة وحدة وعممة انه اذا عملتوا هيك هيك ممكن يصير يمكن انا بحياتي طبقت هيدا التيورية ومش الحال معي بس مش كل الاشخاص مثلي مش كل الاشخاص عندهم طريقة تفكيري مش كل الاشخاص عندهم ظروفة يمكن ما فينا نحنا نجي نقول لازم تعملي هيك لا يمكن انت ظروفك غير يمكن انت عندك خوف يمكن انت عندك تراما من طفولتك يمكن انت عندك مليون سببك ما بيخليك اتاخد هالخطوة هزميك انت عم بتقولي انه فعلا هول العالم اللي عم يطلع ويعملوا متركاج لفكرة وحدة هنه عم بيغيروا الماينسات طبعا لان انت عم تقولي ادي مهم الفكرة تنغيرها هنه عم يشتغلوا عكس مظبوط وهنا قدرين يزرعوا هول الافكار لانه الشخص يلي عم بيحضر هالفيديو اردي ضايع اردي ضعيف اردي كأنه بده يسمع الحكة ما عنده شو بحياته لفاتح كل الوقت اصلا هذي الفيديو مظبوط بده يسمع الحكة يلي يلي عم بيأكد لها انه هي صح هيدا شي ما بيفيد هيا لازبون بيجي لعندي او حتى ولادنا مثلا اذا بدهم يجوا لعننا بدنا نقل لهم شو هنه حبين يسمع وما منكون عم نساعدهم ما منكون عم نساعد الشخص اذا بدنا نقل له هو شو حابب يسمع لا العكس نحنا بدنا نخلق هالتحاد تا يقدر يفكر بغير طريقة تا يقدر يلاقي الحل المزبوط اللي مناسب لقله فتا قل له شغلة هو قرد يسمع هالشغلة ما تكون عم بانفيد هيدا الشخص ليش الـ virtual life اهيان للناس ليه هونيك بتفضهد اكتر ليه هونيك بتسمعي اكتر ليه هونيك بتحبه اكتر تكتبه احلى ليش هيك هلع بتكتبه احلى ما بعرف بتلاقيهم كلهم شو عرى يعني كلهم بيقزر يعني بس بس تماماين انفورتينتلي اليوم بوجود الـ chat GPT وبوجود الـ artificial intelligence يعني انباري حنبقرة شركة كبيرة اليوم هي عم بتعلن وتقول انه بوجود الـ AI عم بيشيلوا موظفين صرت تطلع اوكي انتو كيف وصلتوا لهالمرحلة هول الموظفين يلي اشتغلوا هنه شقلوا وانتو اليوم جايين عم تستغنوا عنهم يعني اليوم نحنا بصراع في يقول مع الـ AI اكيد ولا ممكن انا برأييك ككون رياليستيك ولا ممكن نحنا نقدر نبغي نبغي تون بالاخر ولا ممكن لأنه هنه كتير سريعين وهنه بلشوا بهال evolution في يقلك من زمان هلأ نحنا جيلنا نحنا اللي عم نعيشه عم نشوف والاسوأ برأيي جاية اكتر وولادنا رح يعيشوا هالمرحلة اكتر بس اتليست قد ما فينا نحنا كاكتفست بهالموضوع نحكي ونضوع هالموضوع انه بليز اذا عم تحضروا شي دايما نشايكوا الكونتينت مش تسمعوا قصص بناسبكم لا العكس نحنا منكبر بالحياة ومنتثقف اكتر بس منسمع حكة مش متل ما نحنا عم نفكر يعني تخيل يا بلانش اذا انت عنديك تنقول مشكلة معينة اوكي اذا رحتي حكيتي مع شخص بفكر مثلك ما استفدت بس اذا رحتي حكيتي مع شخص ما بيفكر مثلك تستفيد حركلك افكار جديدة مش ضرورة تعملي مثله مش ضرورة تقتنعي بس صار عندك معلومة جديدة بيخليك تقعد وتفكر اوكي الفلانة فكرت هيك بهيدا الموضوع هيدا كوريوزتي بس اسمع لاشخاص اصحابي كلهم بيفكروا مثله ما رح اكبر بالحياة رح ضلني محل ما انا بس الفرايتي يعني يكون عندي اصحاب منها التفكير منها التفكير منها التفكير اسمع لهم هيدا كومبليتلي بتغير وجهة نظر يعني انا اليوم بس بكون عندي راوند تايبلز عالميا منكون نحنا مجتمعين صدقيني من عدة بلدين عدة قديين عدة كولتشورز فتخيالي نحنا من نقع طوبيك ومنصير نحكي عن هيدا الموضوع تخيالي اذا كل شخص مننا لانه عنا اكيد اعتقاضاتنا بالحياة عنا مبادئنا عنا كل شي جاي من الدين من الكولتشور وترديشن اسأكيد هولي كلهم بيأسروا علي سبب بيحكي فتخيالي اذا انت عم تسمعي لكل هولي الاشخاص هوني بيصير النضج هوني بيصير اكيد هوني منقول فيه جروث بس اذا نحنا دايما مع بعض زيت التفكير زيت التفكير هيدا هو الامبيانس طبعي ما راح فيه اتقدم بالحياة راح تضلني محل ما انا الولاد هنة عم تقولي اخطر شي لان هنة هيعيشوا بيور كل شي اي لرننج اردي بالمدرسة الفيرتوال تشات جي بي تي سمحولهم بالمدارس يعني كله انه هنة فكرهم بنسمح لانه خلاص هيدا الحياة ولازم نتقبل نحنا كاهل ككوتشز لولادنا هيك بين المزدوجين كيف بدنا نفرق لهم بين الحياة اللي بس انت عم تتلقى لا والحياة اللي انت لازم تاخده طاعته واللي انت عم بتقوليه يكون مفتوحة لكل الناس كان فيه توكشو كتير شهير على الاسي انيان تقريبا قبل بشي سنة بس انستغرام قررت انه بده تعمل انستغرام لالكيدز وطلعت الدجة كيف الانستغرام لالكيدز مع انه الولاد موجودين هني يعني مفهمت الكونسبت بس كانوا عاملين ابيسود وقالوا انه اذا مناخد السوشال ميديا منشبه السوشال ميديا مثل اي شي ممكن الشخص يكون مدمن عليه مثل الالكول تنقول هلا يمكن احنا الالكول منكون مجتمعين منشرب كاس مع الاهل نهار سبت نهار احد بس تخيالي اذا انت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بلشت تشرب الالكول بيبلش الادمان ما فيك تستغني عن الالكول ليش كمان لانه عم يعطيك هرمون البلاجر عم تكون كتير مبسوطة بلشت التعمليها كل يوم سو قالوا طيب مالسوشال ميديا ليش ما هو كمان زيت الشي عم يعطينا عم يعطينا هيدا البلاجر قاعدين كسلانين ويدنا صارت هكي سكرولين سكرولين لساعة ساعتين ثلاثة أربعة طب ما هي زيتها ليش كل يوم ليش ما منحدد انه مفروض تكون مثلا مرة بالجمعة بس هون تجوب ع سؤالي هل الاهل عندن هالارادة هالطولة البال وهالوقت يجوا يقعدوا مع ولادهم مش بالعمر لتلتعاش it's too late خلاص it's over من هنه وصغار هلأ سمعتها صوفي كمان كانت عم تحكي عن الشاشات صح هلأ منشوف الولاد كلهم حتى لو هنه عم بياكلوا بدون يتعموا الولاد عمره سنة بحتوال بتتعمل تي في طب هيدا الولاد كيف نحنا عم نتوقع منه انه ما رح يحب الشاشة طب ما أنا عم بعوده بس هل هون الام والبي جاهزين مثل ما نحنا كنا ما كان في وقت هالشاشات وكل هالقصص كنا كان في البيوت في الكتب على الارض وفي اللعب وفي عم نلعب بيت بيوت وعم نلعب غميدة صح هول اللعب اللي نحنا كبرنا عليهم وحتى أنا وزا بدي أحكي عن ابني من هيدا الجيل كمان كان فيه كتب كان فيه موسيقى كان فيه لعب بس هالأم هلأ جاهزة تتقعد مع ابنة ما تروح ما تسهر وما تشوف أصحابها وما يعملوا لديز نايت وما يعملوا مانز لايت فيه كتير هلأ اللايف ستايل تغيرت كمان بس هون مين المسؤول الولد اللي صار عمره 13 و14 ولا حتى السوشيال ميديا صار الأهل هن المسؤولين الأهل هن المسؤولين إذا ما فيه هال هال هالإرادة ويتحملوا مسؤولية تربيت الولد لأنه التربيت مانا مسحة التربيت مانا عيد ميلاد التربيت مانا بيبي شاور التربيت مانا سنينية التربيت وقت نحط مع أولادنا الوقت كتير تمين إذا ما عرفنا كيف بدنا نستثمر بوقتنا رحت علينا مية بالمية فهي من الأول البلانش بيبلش العملية بس توصلنا ل13-14 هلأ أنا بس شوفهم أوقات بصير قول أنه هل هيدا الجيل مظلوم لأنه هالأد عيشين بالدبرشن وبيقلق وبيحزن لأنه على السوشيال ميديا شو عم بيعملوا أول شي عم بيشوفوا الآيدلز طبعون عم بيشوفوا جسمون عم بيشوفوا البرفاكشنست وشوفوا فلترز ما عم بيفكروا ما عم بيعرفوا أنه هيدا مثلا فيها فلترز وفيها هيك وفيها هيك جسمها هيك وهي ناصحة وهي تعيفة وهي منخارة كيف وهي شعراتها كيف صال بلشت هالكمباريزون عم بتقول مقارنة بينهم مقارنة هيدا أورادي بيخلينا نفشل بالحياة لأنه نحن مفروض دايما نعمل الكمباريزون مع حالنا كيف كنت مبارح كيف اليوم لازم يكون أحسن من مبارح إذا بدي بلش قارن حالي مع حدا تاني بلش البرشن كمان بيها العمر كمان بيصيروا يشوفوا الفلانة وين راحت وبها الأزمة الاقتصادية كمان اللي نحن عايشين كمان يمكن مش كلهم بيقدروا يدهروا ويعملوا عياد ميلاد كمان عم بتشوف الصور وإذا في حدا من الصف عمل بارتي وعزم فئة من الأصحاب وهي منه معزومة أو هو منه معزوم كمان يعني كتير هزميك بدأ شغل على الولاد لأنه نظلنا حايتينهم يعني كنا نتعب شوي لازم نتعب أكتر لأنه مثل ما قلت الوقت بيقعب سرعة وبعد عمر 13 سنة It's too late إننا نجلس أنا ما بسميها طعب بلونش بغير الكلمة لأنه أنا بأمين باختصاصي إنه الكلام كتير بيأثروا على حسيسنا هي منه طعب هي حب هي وقت هي تربيه هي عم برب ابنه وبدأ يكون إنسان مسقف إنسان يعرف حاله شو بده بالحياة هيدا هي هي منه طعب أتقول هي لذي شكرا لك هزمك دانيال أهلا وسهلا فيك نورتينا فاصل بسيط مشاهد دينا ومنتعب تابع اشتركوا في القناة